ولذلك أقول ما عصيت الوالدين إلا مرتين في حياتي مرة أولى في زواج الأهل كانوا يقولوا لا لابد أن تزوج البنغالية فقلت لا والله ما ستوقع زوجه من أين أصلا؟ هي لبنانية ما شاء الله فتزوج لبنانية تقول أنا لابد أن أتعلم اللغة فهي كانت من أحد التلاميذة عندنا فتزوجت بها وكانوا غضبانين فالحمد لله عندما جاء يوسف أول ولد رادوا رادوا الحمد لله جيد هذا أول مرة انتهى الغضب الأول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوم فينا عنه آم والشيء الثاني بس الالتحق بالجامعة الإسلامية قالوا لا لا أبد أن تكمل الدراسة وقلت باقي سنة وانتظر حتى تتم هذا هو أقلي والله أصريت أنت والله أصرت لأن جامعة الإسلامية كيف أقول لك يا أخي لو دخل في قلبك الشوق للتعليم لا تستطيع